اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضعنا الدين وأغننا من الفقر واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له بيده الخلق والأمر الخلق خلقه والأمر أمره هو فعال لما يريد ويجيب دعوة الدعي إذا دعاه وكل يوم هو في شأن يعز أقواما ويزل آخرين يرفع هذا ويخفض هذا يشفي هذا ويمرض هذا يضحك ويبكي ويبتلي ويعافي ويغني ويقني وهو فعال لما يريد ويشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله رحمة للعالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ رسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فمن أجل ما يفعل هذه الأيام الاكثار من ذكر الله مع إطعام الطعام إطعام الطعام هذا حديثنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى ولا يخف عليكم أننا كما قال ربنا كلوا واشكروا كلوا واشكروا فالشكر مطلب في كل وقت وحين والحزت على إطعام الطعام مطلب له شأن عظيم في ديننا أذكر نفسي وأهل الإسلام بشيء من الوارد من كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة في هذا الصدد فإطعام الطعام له شأن عظيم في ديننا ولا أدل على عظم شأنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أي الإسلام خير يا رسول الله يعني أي شعب الإسلام خير وأي أعمال الإسلام خير يا رسول الله طبعا تعرفون أن أجوبة النبي تتنوع باختلاف أسئلة السائلين وحال السائلين قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الإسلام خير يا رسول الله فقال لهذا السائل تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فمن الشعب العالية من الشعب الإيمان اطعام الطعام أي الإسلام خير يا رسول الله قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وقد ذكر الله في كتابه الكريم في هذا الصدد في الثناء على أهل الإيمان ويطيمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطيمون الطعام على حبه أي مع محبتهم له مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لسان حالهم يقول ذلك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى في كتابه الكريم في ذم أقوام آل أمرهم إلى النار فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إن شأنها العظيم وبين أسباب اقتحم العقبة من المسببات التي تجعلك تقتحم العقبة فك رقبة توطق العبيد والإيماء لوجه الله يصبح أحرارا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة الإطعام في يوم الحاجة فيه شديدة أجر عظيم فتتفقد أحوال أقربائك أولا وقبل الأقرباء الأيتام الأيتام قال تعالى يتيما ذا مقربة أقرباء وأيتام أو مسكينا ذا مطربة الشاهد من كلامي أن الله بيّن في هذه الآيات المباركات أن إطعام الطعام سبب لاقتحام العقبة وعليك أن تتحرى في المطعمين حتى يعظم الأجر وإن كان الإنفاق في السراء والدراء أيضا مطلب كما سيأتي بيانه إن شاء الله إطعام الطعام للأيتام الأقرباء إطعام الطعام للمساكين شأنه عظيم شأنه عظيم من أسباب اقتحام العقبة تلك أود يوم القيامة قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة ومع ذلك يكونوا مؤمنا كما قال تعالى ثم كان من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أقول أيها الإخوة فارك الله فيكم إن الله قال في كتابه الكريم يذم قوما إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إن لم تجد طعاما تطع بالمساكين حض الناس على طعام المسكين حض الناس على طعام المسكين فإن الله ذم شخصا فقال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم وقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين إن عجزت عن الإطعام حض غيرك على إطعام المسكين حض غيرك حث غيرك على إطعام المسكين هذا أمر شأنه عظيم إطعام المسكين شأنه عظيم إن الله يعاتب شخصا يوم القيامة فيقول عبدي استطعمتك فلم تطعمني فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال ألم يستطعمك فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي إطعام الطعام له شأن عظيم أيها الناس إن الكفارات التي شرعت في الإسلام إن الكفارات التي شرعت في الإسلام منها كفارات عظيمة كان من شأنها إطعام الطعام كفارة المظاهر الذي يقول لمرأتي أنت عليك ظاهر أمي قال تعالى في كتابه الكريم والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير راقبة من قبل أن يتماسى إلى أن قال فمن لم يجد فإطعام ستين مسكين وكذا المجامع في رمضان عجز عن الصيام أطعم ستين مسكين وكذا كفارات الأيمان تحرير راقبة فلم يجد قال الله تعالى في كتابه الكريم فكفرته طعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قدم الطعام هنا كفارات في الحج كذلك كفارات في الحج كذلك لما جاء كعب بن عجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى النبي أصر القمل أو القمل يتناصر على وجهه وجسمه فقال احلق رأسك وأطعم ستة مساكين أو اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام فجل الكفارات فيها الحث على إطعام الطعام أيها الإخوة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمر ولو بشق تمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ولذا فإن عائشة رضي الله عنها كانت لا تستقل لا تستقل شيئا ويتخرج الطعام لا تأتيها السائلة تدخل تدخل تفتش وتبحث في البيت تبحث في البيت هل عندها طعام جاءتها سائلة دخلت تبحث في البيت ما رأت إلا ثلاثة مرات والسائلة معها ابنتان لها كيف تصنع عائشة مع السائلة مع بنتيها وما في بيت عائشة كبير طعام ولا شراب إلا ثلاثة مرات وجدتها عائشة في البيت فأخذتها عائشة رضي الله عنها وناولتها المرأة فأخذت المرأة تمرة لابنتها الأولى وتمرة لابنتها الثانية وتمرة لها فوجدت البنتين لما تناولت كل واحدة منهن التمرة تأكلها محبة لها محبة لها تسد رمقها فالمرأة لما رأت البنتين استطعمت التمرتين أخذت تمرتها وشقتها نصفين بينهما فأجبت عائشة في هذا الصنيع عائشة ترقب المنظر ترقب المنظر ولكم أن ترقبوه يا عباد الله سإلى تأتي معها طفلتان تسألان شيئا ما استقلت عائشة رضي الله عنها ما في بيتها بل أخرجت التمرات الثلاث المرأة تأخذها وتشكر عائشة على ذلك تناول البنت تمر والأخرى تمر والثالثة تشقوها نصفين بينهما أخبرت عائشة النبي بذلك فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سطرا له من النار وفي رواية أن الله أوجب لها بها الجنة فلتحرر هذه رواية الأخيرة فلا تستقل أبدا ولا مثقال الظر إن عائشة كان يروى عنها إنها تقول كن في التمرة من ذرات والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم فيا هنيئا له من أطعم الطعام ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند يحسن لمجموع طرقه أن النبي قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أيها الإقوة إن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا إطام الطعام طعام الطعام سواء للمساكين وللفقراء أو طعام الطعام في الولائم في العقائق في الأضاحي الله قال في شان الأضاحي وهذه الأيام محل لذلك أعني يوم النحر المقبل وعموم هذه الأيام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين في شان الخليل إبراهيم في الآيات المتعلقة بالخليل إبراهيم من سورة الحج ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت العتيق وقال فيما قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويقول تعالى والبدن جعلنا لكم من شائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقبلها يقول تعالى والبدن جعلنا لكم من شائر الله لكم فيها خير لكم فيها خير وتقرب به إلى الله وإطعام المساكين والمحاويج إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجزئه في حجته التي حجها سبع بدنة ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بدلا من سبع البدنة نحر بيده وهو نفسه ثلاثا وستين بدنة وآط علي فنحر ما غبر فنحر علي رضي الله عنه سبعاتا وثلاثين بدنة نحر علي سبعاتا وثلاثين بدنة فأصبح مجموع ما صنع للنبي عليه الصلاة والسلام ما صنع للنبي عليه الصلاة والسلام مئة من الإبل نحرت لرسول الله بلا شك لم تكن تر ما يطعم هذا ويطعم ذاك ويطعم القريب ويطعم البعيد ورسولنا عليه الصلاة والسلام في زواجاته عموما كان يولم ويحث على الوليمة عليه الصلاة والسلام في زواجه بصفية بنت حيي ولم يكن معه كبير مال آنذاك أمر بالأطعمة فأتي بها فأت ذو التمر بتمره وذو البر ببره وذو السويق بسويقه فحفروا حفرة وأضعوا فيها الطعم وصنعوا حيسا فآكلوا من هذا الحيس النبي عليه الصلاة والسلام في زواجه وبنائه على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها رضي الله عنها دخل على زينب بتزويج الله تعالى له إياها دون ولي ودون شهود قال تعالى فلما قضى زيد منها وطر انزوجنا كها دخل بها النبي وفي صبيحة بنائه بها آمر بالطعام فأولم على زينب وأشبع الناس خبزا ولحما أشبع الناس خبزا ولحما دوروا على نساه أيضا السلام عليكم يا أهل البيت كيف أنتم يقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله فيقول بخير وأشبع الناس خبزا ولحما وكان الناس يدخلون أرسالا قبل نزول آية الحجاب يدخلون يأكلون عشرة عشرة فيشبعون ويخرجون ويدخل آخرون وبعد نزلت آية الحجاب شهدي أن النبي أولم وحزت على الوليمة فقال لعبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر صفرة أثر صفرة إلى من دهنات النساء التي تدهن بإنك الزعفران والمكياجات في هذه الأيام ونحو ذلك قال ما هي من يا عبد الرحمن ما الخبر قال تزوجت يا رسول الله قال أولم ولو بشاه أولم ولو بشاه فحزن النبي عليه الصلاة والسلام على الولائم وليخف عليكم أمر الأضاحي وأمر العقائق كذلك أمر الأضاحي وأمر العقائق كذلك ولا يخف عليكم أن قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نزل في شأن ماذا في شأن إطعام إكرام الضيف النبي قال من كان يؤمن بله اليوم الآخر فليكرم ضيفه فهناك رجل من الأنصار أتاه ضيف فأخذه إلى البيت فسأل امرأته هل عندكم من طعام قالت ما عندنا إلا طعام الصبية قال إذن ماذا نصنع مع الضيف نوم الصبية فأتت ببعض الأحجار وضعتها في ماء وجعلتها على النار تكركر حتى توهم الأطفال أن الطعام ينضج أن الطعام ينضج وقربت الطعام وأتت بالطعام هي وزوجها والطعام قليل لا يكفي إلى الضيف فأطفاء المصباح أظهر أن المصباح طفع فأصبح الضيف يأكل والطعام أمامه ويظن أنهم يأكلان يعني سبحان الله حتى لا يحرج الضيف من قلة الطعام وضع الطعام كله أمامه وأطفاء المصباح يوهمانه أنهم يأكلان وهذا قبل الحجاب يوهمانه أنه أنهما يأكلان والصبية يوهمان الصبية أن الأحجارة كركرا طعام سينضج قريبا حتى نومت المرأة الصبية وأكل الضيف فقد أزوجها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح فإذا بالنبي يخبره الوحي نزل من السماء على رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بأمر هذا الرجل وأمر هذه المرأة فالله يسمع ويرى فقال له الرسول قد عجب الله من صنيعكما بضيفكم هذه الليلة قد عجب الله من صنيعكما بأضيفكم هذه الليلة في الطعام الطعام مطلب نزل في ذلك قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش حنفسه فأولئك هم المفلحون أيها الإخوة لقد حسن النبي أصحابه على إطعام الطعام قال لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك لا تنسى الجيران حتى من المرق كثر الشربة كثر الشربة كيلوا لحم هذا الماء شربة قليلة تسكن جيدة لكن كثرها أنت حتى تتعاهد الجيران وقال عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه ولو فرس شاه لا تحقرن جارة أن تؤدي لجارتها ولو فرس شاه قل الفرس الحافر وقل ما بين الحافر إلى الركبة الشاه أظمى ملفوف حولها لحمة صغيرة لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه أي تؤدي الجارة لجارتها سواء كان المراد بالجارة الضرة أو كان المراد بالجارة الجارة في البيت لا تستقل أن تؤدي للجارة ولو فرس شاه وأنت يتوى الجارة لو آدت إليك جارتك فرس شاه فاقبليه فاقبليه والنبي قال لو دعيت إلى قراء لأجبت ولو أودي إلي ذراع لقبلت فلا تستقل الهدية سنن خفية على الناس سنن أهملها الناس يا أهل الإسلام أطعموا الطعام قد كان يسن حتى على الكفار في كفرهم بأنهم يطعمون الطعام المطعمون اللحم كل عشية بعضهم كان يسن على عبد المطالب جد الرسول عليه الصلاة والسلام وأهله فيقول المطعمون الطعام كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف أي حتى تغرب الشمس الرجاف في البحر يعني حتى يغرب كرس الشمس في البحر يسقط المطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف الرسول كان يأتيه الأضياف فيرسلهم مع أصحابه إذا لم يكن عندهم طعام كي يطعموهم في بيوتهم فإذا نزل بك ضيف وليس عندك طعام وليس معك مال ماذا أصنع وليس عندي مال وليس عندي طعام والضيف له حق من الممكن ترسله مع صاحب الله حل بي ضيف تطعمه لا حرج في ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حتى على إكرام الأضياف ويكرمهم بالطعام فالخليل عليه الصلاة والسلام لما حل به الأضياف فهو لا يعرفهم لا يعرفهم لا يعرفهم إبراهيم عليه السلام شبان حسان الوجوه شباب دخلوا عليه في ملائكة في صورة شباب حسان الوجوه لا يعرفهم ما أسألهم من أنتم من أين جئتم إلا بعد أن أتى بالعجل السمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وفي الآية الأخرى فجاء بعجل حنيذ جاء من ناحية الضخام والسمنة بعجل طيب جيد ليس بعجل هزيل وطبقه بأجود أنواع الطبخ بأجود أنواع الطهي طهاء جاء بعجل حنيذ فمن ناحية الشيء والطهي أجود أنواع الطهي ومن ناحية الطيب اللحم أجود أنواع اللحم حتى يغري الضيف حتى يشجع الضيف على الأكل لا يأتي بالضيف بالأكل غير ناضج أبدا بل قدم كل ما عنده وكان من شأن العرب إكرام الضيف أيها الإخوة إن إكرام الضيف لغة يعرفها العالم كله قد لا تعرف الإنجليزية قد لا تعرف اللغة العربية قد لا تعرف اللغة الإسترالية لكن تعرف لغة الكرم لغة الكرم لغة مفهومة لدى الناس جميعهم لغة الكرم تنزل بشخص لو كنت لا تطقن الكلام لكن وجدت من أمامك وقدم لك طعاما فهمت من صنيعيه أن هذا الرجل كريم أيها الإخوة أهل الإسلام من دينكم إطهام الطعام من دينكم إكرام الأضياف من دينكم إحسان إلى الجوار من دينكم الكفارات التي تتضمن إطهام الطعام من دينكم ولائم الأنكحة التي تتضمن إطهام الطعام وكذلك يروى أن النبي قالوا إن كان في السند ما قال لكن عليه العمل اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم إذا مات الميت أرسل لأهل الميت طعاما ما عندهم وقت للطعي ولا ويأتيهم أضياف اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أيها الإخوة افذلوا ولن تكفروا هذا الأجر العظيم أطعموا الطعام هذه خصلة عظيمة ذكرت مرارا وتكرارا في كتاب الله وذن من لم يحض على الإطهام من لم يحض على إطهام المسكين ذن من لم يحض على إطهام المسكين أيها الإخوة لا يقتصر إطهام الطعام على الفقراء والمساكين والمحويش فقط بل أيضا عموم إطهام الإهداء تثاب عليه الإهداء الهدية تثاب عليها ادخلك السرور على المسلمين ولذا فإن الله قال في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقون في السراء قدمت السراء على الضراء عرص عندك عرص أطعم الطعام وأشبع الناس عندك مناسبة طيبة أطعم الطعام وأشبع الناس وكذلك في الضراء وقت الشدائد فيا أهل الإسلام والله ما هي لا تنفعكم أموالكم إلا إذا استخدمتموها في طاعة الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن دعا الذي يدخل المال فوق المال فوق المال ويبخل هذا يطلب ماله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم تطلب فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان أحدهم يقول اللهم أعطي منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا لك أرض أسمرت اهدي من ثمارها لجيرانك اهدي من ثمارها للفقراء لا تكن رزيلا كأصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون ووصفوا أباهم بالبخل ووصفوا أباهم بالسفة لكونه كان يطعم المسكين ويعطي الفقراء والجيران والحبايب وصفوه بأنه رجل سفيه فأدمروا الشر فطاف على بستانهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل البهيم المظلم أنفق ينفق الله عليك أطعم المساكين يا أهل الإسلام خصال حميدة نفع متعد واصل إلى العباد نفع متعد يصل إلى العباد صحيح صلي واذكر الله وصم لكن هناك نفع متعد يصل إلى العباد أنت تعرفون أن الصلاة ترنت بالزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نفع واصل للعباد نفع واصل للعباد أطعموا الطعام أفشوا السلام تحرّوا الفقراء افذروا من الطعام ما تستطيعون بذله افذروا من الطعام ما تستطيعون بذله إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن الأشعريين إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقلت أزوادهم أمر أن كل منهم بسط الأنطع صفر وأتى ذو القليل بقليل وذو الكثير بكثير وذو التمر بتمره وذو الخبز بخبزه ثم يقتسمونه فيما بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول من كان عنده فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له من كان عنده فضل زاد أي طعام زيد عن حاجته فضل زاد فليعود به على من لا زاد له أيها الإخوة والأخوات انشروا هذه الفضائل اطعام الطعام لا تكن في أبراج عالية تأكل الكباب والجنبري وغيرك لا يجد خبزا يأكله ولا يجد عدسا ولا فولا يأكله أيها الناس فكروا في أنفسكم لا تتفننوا في أصنوف الأطعام والناس جياع يموتون جوعا يموتون جوعا إن قاما أته النبي عليه الصلاة والسلام من غطفان مجتاب النمور فنظر النبي إلى وجوههم فكما يقول المسأل المصري لحم على عظم نظر النبي إلى وجوههم فرأى ما بهم من أثر الفقر والفاقة فارتعى لذلك إن زعج لهذا المنظر ناس أتوا لبس ممزق مقطع مخططة عظام لا يكد يوجد لحم يكسوها وجوه عيون غائرة للداخل رأى النبي أثر ما بهم من الفقر والفاقة فارتعى لذلك وخرج على أصحابه يطلو عليهم الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون نبيه والأرحام أن الله كان عليكم رقيبا وتلا يا أيها الذين من اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآيات فذهب رجل مسرع من أصحابه وآتى بصرة كادت يده تعجز عن حملها بل قد عجزت طرحا أمام النبي عليه الصلاة والسلام فتبعه ناس فاجتمع أمام النبي كوم كبير فقال وقد سر وجهه واستنار من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة أيها الناس تفقدوا حال الفقراء لا تكن إمتك أن تجري إلى الساحل الشرقي والساحل الغربي والعين السخنة والعين البردة والغردقة والشرم ونحو هذا والناس يموتون جياعا جزء من أموالكم أنفقوها على الفقراء أنفقوها على المساكين أنفقوها على الفقراء أنفقوها على المساكين لا تهتم بملذات نفسك لا تهتم بملذات نفسك وجارك بجوارك جائع يا أهل الإسلام أعقلوا وأفيقوا ما فرقت والله أن تأكل خبزا وفولا وبين أن تأكل جنبري وكبابا وما فرق ذلك إلا بالتقوى الله لا نحرم شيء أحله الله ولكن لا تنسوا حقوق الفقراء لا تنسوا حقوق المساكين لا تنسوا من يئنون من الجوع لا تنسوا من لا يجدون غطاء يكتسون به جعلنا الله إياكم من الباذلين المنفقين ابتغاء وجهه واستعى الله علينا وعليكم في الدنيا والآخرة وأعننا وإياكم على إهلاك المال في الحق الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سلف التذكير ببعض النصوص من الكتاب العزيز والسنة المباركة في الحسد على إطعام الطعام بارك الله فيكم وثمت النصوص كما سلف أيضا في التحذير من البخل ومن عدم إطعام الطعام إن الله قال في كتابه الكريم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في صقر ما الذي تسبب لكم في دخول النار سؤال سؤال أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين أين المجرمون يسألون عن المجرمين فيرون أهل الإجرام كما قال بعض المفسرين يريئهم الله أهل الإجرام هؤلاء في الجنة أهل الإيمان والآخرون في النار أهل الإجرام فيسألونهم سؤالا ما سلككم في صقر ما السبب الذي دخلتم به قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فيأهل الإسلام أطعم المساكين أطعم الأرامل أطعم الفقراء أطعم الأيتام افذلوا ما لكم يمنة ويسرة في طاعة الله وفي مرضات الله يحفظكم الله ويبارك الله لكم في أموالكم وفيما رزقكم أهل الإسلام بارك الله لكم وأخلف عليكم بكل خير لا تنسوا إطعام الطعام هذه الخاصة الحميدة في هذه الأيام الطيبة المباركة وليكن عملكم ابتغاء وجه الله عملكم يكن ابتغاء وجه الله قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فوليكم المضعفون قال أهل الإيمان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور فآطوا الفقراء وآطوا المساكين منتظرين الثواب الله التحيات لله والصلوات والطيبات فاصنعوا الطيبات لله سبحانه وتعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم كما أمركم ربكم ومما أخرج لكم من الأرض هذا ونسأل الله أن يغنينا وياكم من فضله أعلموا أننا نعبد ربا كريما غنيا حميدا شكور يشكر لنا سبحانه وتعالى صنائع المعروف فابزلوا من مالكم وأطعموا الفقراء والمساكين ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اللهم يا ربنا قن شح أنفسنا اللهم قن شح أنفسنا واجعلنا من المنفقين في طاعتك ومرضاتك وابتغاء وجهك يا رب العالمين اللهم يا ربنا احفظنا واحفظ المسلمين بحفظك واكلأنا يا ربنا برحمتك واجعلنا يا ربنا سببا في تفريج قربات المؤمين والمؤمنات اجعلنا مفاتيح خير مغليق شر يا رب العالمين اللهم أنصر الإسلام والمسلمين وفك أسر المأسورين المسلمين وحق دماء المسلمين وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام وبلغنا يا ربنا الحج هذا العام وكل عام يا رب العالمين هذا ويا ربنا أنت الكريم أنت العزيز الحميد بلغنا يا ربنا عيض الأطحى والمسلمون كلهم في أمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما تحبه يا ربنا وترضاه هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الحمد لله وسلامنا على عباده الذين اصطفى وارقم الصلاة